حدثنا حجاج بن محمد عن حريزي بن عثمان قال كنا غلمانا جلوسا عند عبد الله بن بصر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم نكن نحسن نسأله فقلت أشيخا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في عنفقته شعرات بيد حدثنا هشيم أخبرنا هشام بن يوسف قال سمعت عبد الله بن بصر يحدث أن أباه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه فأجابه فلما فرغ من طعمه قال اللهم أغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية عن عبد الله بن بصر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال اجلس فقد آذيت وآنيت حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بصر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فذكروا وطبة وطعاما وشرابا فكان يأكل التمر ويضع النوى على ظهر أسبوعيه ثم يرمي به ثم قام فركب بغلة له بيضاء فأخذت بي لجامها فقلت يا نبي الله أدعو لها لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم حتنا حماد بن خالد عن معاوية ابن صالح عن ابن عبد الله بن بصر عن أبيه قال أتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت إليه جدتي تمرا يقليله وطباخت له وسقيناهم فنفد القدح فجئت بقدح آخر وكنت أنا الخادمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي القدح الذي انتهى إليه حثنا عصام بن خالد حدثنا الحسن بن أيوب الحضرامي قال حدثني عبد الله بن بصر قال كانت أختي ربما بعثتني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه فيقبله مني حثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان بن عمر قال حدثني عبد الله بن بصر المازني قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه إلى الطعام فجاء معي فلما دنوت من المنزل أسرعت فأعلمت أبوي فخرج فتلقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحبا به ووضعنا له قطيفة كانت عندنا زئبيرية فقعد عليها ثم قال أبي لأمها تطعمك فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصدته بماء وملح فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا باسم الله من حواليها وذروا ذروتها فإن البركة فيها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا وأكلنا معه وفضل منها فضلة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغفر لهم وارحمهم وبارك عليهم ووس عليهم في أرزاقهم حثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا أزهر بن عبد الله عن عبد الله بن بصر قال لقد سمعت حديثا منذ زماء إذا كنت في قومين عشرين رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت في وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله فاعلم أن الأمر قد رق حثنا علي بن عياش حدثنا حسان بن نوح عن عمر بن قيس عن عبد الله بن بصر قال قلاءة النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فقال أحدهما من خير الرجال يا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله وقال الآخر إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال ليزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل حثنا أبو المغيرة حدثنا حريز قال سألت عبد الله بن بصر المازينية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشيخا كان قال كان في عنفقته شعرات بيد حدثنا حسن بن موسى حدثنا حريز قال قلت لي عبد الله بن بصر ونحن غلمان لا نعقل العلم أشيخا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان بعنفقته شعرات بيد حسن عفان حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بصر قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنازل عليه أو قال له أبي انزل علي قال فأتاه بطعمين وحيسة وساويق فأكله وكان يأكل التمر ويلقي أن ووصف بأصبعيه السبابة والوسطى بظهرهما من فيه ثم أتاه بشراب فشربا ثم نوله من عن يمينه فقام فأخذ بلجام دابته فقال ادعوا لها عز وجل لي فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم حسنا بهز حدثنا شعبة أخبرني يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن بصر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أو قال أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم انزل علي قال فنازل عليه فأتاه بطعمين أو بحيس قال فأكل ثم أتاه بشراب قال فشرب قال ثم ناول من عن يمينه قال وكان إذا أكل ألقى النوة وصف شعبة أنه وضع النوة على السبابة والوسطى ثم رم بها فقال له أبي رسول الله أدعو لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم حسنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد يعني ابن جابر عن عبيد الله بن زياد عن أبني بصر السلميين قال دخلت عليه ما فقلت يرحمكما الله الرجل منا يركب دابته فيضربها بالصوت ويكفحها باللجم هل سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا قال لا ما سمعنا منه في ذلك شيئا فإذا امرأة قد نادت من جوف البيت أيها السائل إن الله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء فقال هذه أختنا وهي أكبر منا وقد أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم حفن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا الوليد بن مسلمين عن يحيى بن حسان قال سمعت عبد الله بن بصر المازيني يقول ترون يدي هذه فأنا بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حدثنا هشام بن سعيد أبو أحمد حدثنا حسن بن أيوب الحضرامي قال حدثني عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت أختي تبعثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها حفن هشام بن سعيد قال حدثني الحسن بن أيوب الحضرامي قال حدثني عبد الله بن بصر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة حفن عصام بن خالد قال حدثنا أبو عبد الله الحسن بن أيوب الحضرامي قال أراني عبد الله بن بصر شامة في قرنه فوضعت أصبعي عليها فقال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه عليها ثم قال لتبلغن قرنا قال أبو عبد الله وكان ذا جمة حنى علي بن عياش قال حدثنا حسن بن نوح حمصي قال سمعت عبد الله بن بصر يقول ترونك في هذه فأشهد أني وضعتها على كفي محمد صلى الله عليه وسلم ونهى عن سيام يوم السبت إلا في فريضة وقال أن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه حتنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدانة عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن بصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج مسيح الدجال في السابعة حدثنا الحكم بن موسى قال عبد الله وسمعته أنا من الحكم حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الله بن بصر المازني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آت بيت قومين آتاه مما يلي جداره ولا يأته مستقبلا بابه حتنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني يزيد بن خمير الرحبي عن عبد الله بن بصر المازني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة قال وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق قال أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها قال بل قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء حثن الحكم بن موسى قال عبد الله وسمعته أنا من الحكام قال حدثنا بقية قال وحدثني محمد بن عبد الرحمن اليحصبي قال سمعت عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الباب يستأذن لم يستقبله يقول يمشي مع الحائط حتى يستأذن فيؤذن له أويا صريف حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بصر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا له طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بالتمر فكان يأكله ويلقي أنه بأصبعه يجمع السبابة والوسطى قال شعبة هو ظن وهو فيه إن شاء الله ثم أتي بشراب فشربه ثم نواله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بي لجام دابته أبدعوا لها لنا قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم حدثنا روح حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعتوا عبد الله بن بصر يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زارهم فذكر معنى حديث ابن جعفر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح عن أبي الزاهرية قال كنت جالسا مع عبد الله بن بصر يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اجلس فقد آذيت وآنيت حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح عن عمر بن قيص قال سمعتوا عبد الله بن بصر يقول جاء عرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أي ناس خير قال من طال عمره وحسن عمله وقال الآخر يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر أتثبت به فقال ليزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل حدثنا أبو النظر قال حدثنا حريز بن عثمان قال سألت عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أكان النبي صلى الله عليه وسلم شيخا قال كان أشب من ذلك ولكن كان في لحيته وربما قال في عنفقته شعرات بيد